هنبدأ طبعاً أشهر الأكلات في المطبخ الإماراتي السريد باللحل ميزة الأكلة دي للأمانة تبقى فيها كل العلاصر الغذائية مش بقدرها على الشاشة لحل بضاني حسب عدد أفراد الأسرة كدف ضاني يتقطع كده يبقى حلو بعضمة أو من غير عضمة حسب الرغبة ولكن يفضل إن ما يكونش فيه عضم ولو فيه عضم يدخل العضم بعد ما يستوي معانا كوسة، معانا جزر، معانا بطاطس معانا معلقة من الكركم أو الزعفران الغالي مفيش مشكلة بديل لول كركم عشان نعرف برضو الدنيا ماشي إزاي معانا بقى السر في موضوع التوابل التوابل دي هي عنوان المطبخ العربي الخليجي اللومي نوعين في منه الإسود نشوفه كده يا شباب وفي منه اللي هو اللون اللي مد على صفار ده اللي ظهر قدام حضراتكم ده، ده اللومي ده المشهور في دولة الأمارات أما الإسود ده مشهور جداً في السعودية أنا حبيت أجيب اللي اتنين بالزبط مع بعض عشان نمفهمين التفاصيل الصغيرة لما نيجي ناكل الكابسة أو الكبيس أو الأكلاء البرياني أو المندي أو المجبوس أو الأكلة السريد بتبقى فيها اللومي الجميل الحلو لحضراتكم شايفينه ده كده ده في مزازة كده وحلو ولطيف أو على إيده هوا والدرسين اللي هي القرفة الخشب والحبهان اللي هو الهيل والقرنف اللي هو المصمار دي المسميات في الخليج والمسميات عبدالعطار عندنا في وسط البلد اللومي اللي هو اللامون الجاف منه نوعين هنجيب النوع ده وعندنا القرفة اللي هي الدرسين الخشب وعندنا الحبهان اللي هو الهيل وعندنا القرفة اللي هو المصمار زائد الملح والفلفل والشوية القرق هي دي التوابل اللي لازم تكون موجودة في أكلة السريد باللحم طيب يشوفوا غازي الطايم بتاع الحلقة بتاعتك تقريباً خمسين ديام شفيين هتضحك علينا لأن الأكلة دي عايزة أربح ساعات شغل آه عايزة أربح ساعات شغل وطريق تسويت اللحمة في دولة الإمارات بيعجبني بتلاوي اللحم واخد لونه الطبيعي الحلو اللون البيض اللي هو الريم بتاع اللحم ما يسويتش اللحم اللحمة مستوية واخدى البهارات بتاعتها الخفيفة لأنه لسه هتخش على موضوع تاني فأنا هنا كسبت الوقت بتاعي وسويت اللحم بالشكل اللي حضراتكم بشايفينه ده كده ومعايا شوية شربة حلوين علشان أكسب وقت ونشوف في الآخر الطبق المشهور في مطبخ الإمارات طيب القصة هنا بقى عشان برضو انت لما تشتغل في المطبخ مش هتوها في أربح ساعات في المطبخ وأنا دوري إن أنا سند لك في المطبخ تعملي الأكلة اللي نفسك فيها في وقت قليل جداً وبقالي تكليف وبطريقة سهلة وبسيطة وبسطة أنا عندي هنا السمنة البلدي في قلب الزيت بجهز بقى للسريد اللي هي المرحلة النهائية اللي هينزل عليها الخبز المقرمش المحمص ومحمر بصلية بالشكل ده كده ولازم البصلية تاخد لون بالتوابط إذا بقى أنا شغال كده هنحط اللوم الجاف بالشكل ده كده وبناخد كده واحدة نكسرها كده عشان ناخد المزازة اللي جواها أو إن كلهم بتكسرون بالشكل ده كده الاثنين واحد السؤال اللومي ده السود والبيض ده كده ده في شوية مزازة شوية وده ما فيوش مزازة كتير تعالوا مع بعض أنا عايز أتكلم عن تفاصيل الأكلة دي بعد يزدى حضراتكم لأن دي مهمة جداً إن أنا بحبها فيها العيش يعني بيتتعمل فتة اللي إحنا بناكلها المصرية فخلونا نعرف تفاصيلها بعد إزدى حضراتكم البصلية تتحمر في السمنة البلدي مع القرفة مع اللومي وتاخد اللون ده لازم البصلية أستنى عليها تتحمر ومتنزليش بالتوم لو نزلت بالتوم التوم هياخد لون ويسود ويمرلك الشربة بتاعت السريدة خلي بالك إذا ما أنا شغال كده تحميلها دي مهمة جدا ناخد التوم كده خلاص البصلة تحمرت ننزل بالتوم بتاعنا كمية دي زي كده زي الفل ونقلب كده وفي مرحلة التحميري عم نشيف بننزل بالخضار معانا الخضار بطاطس تتقطع بالشكل ده كده تبان شخصيتها في قلب السريد معانا كوسة معانا جزر الجزر ده أنا سلقه للأمانة نص السوى تعرفين المصداقية شعرنا على شاشة القناة الأولى يعني الجزر ده لو نزل ناية دلوقتي الوقتي مش هيسعفني إنه يستوي فأنا نزلت وأخده نص السوى شوية كده كمية الخضار حلوة بتناسب كمية اللحم وأبدأها نشيل اللحم بتاعي بنراحة كده وأخده من هنا كده أسقطه على الخضار أه اللحم بالشكل ده كده بنشيله أهوة الله وناخد شوية شربة حلوين مش كتير بس عشان نقلب اللحم أي الفكرة كلها أنا عايز اللحم يشرب التوابل أه أه الطريقة دي حلوة أه بس خلاص ونقلب الكمية دي كلها مع بعضيها أه لازم الخضار ده يشرم اللحم واللحم يشرم من الخضار والتوابل اللي أنا حاطتها لسه منزلتش بالملح ولا الفلفل الأسود اللي هو الحب قد الشربة بتاعتي رايقة وفلة إزاي؟ تعرف إن اللحم بتاعك حلو وعايز اللحم يبقى مستويه ولونه أبيض تنزلي باللحم ده في مية مغلية تسيبه من غير أي بهارات خالص وتحطيش بهارات نعمة على اللحم عشان ما يسود لكيش اللحم وبعد كده تنشيل الريم اللي على وش اللحم وتروي المية الشربة بتاعته أو تغير المية مفيش مشكلة وتنزلي بعد كده بالبهارات الخشرة أنا هغطي الحلة دي كده واسيبها تستوي وتعيش مع نفسها مش هتاخد وقت كتير لأن اللحم عندي مستوي وعندي كمان الخضار مش هياخد وقت كتير لأن النار بتاعته شديدة والشربة بتاعته بتغلي أبدأ أصبط الملح بتاعي والفلفل اللي هو الحب بالشكل ده كده بس لازم البهارات اللي أنا قلت عليها في البداية هقولها تاني لومي اللمون الجاف والحبهان اللي هو الهيل والقرفة اللي هي الدرسين والمصمار اللي هو القرنفل ونقلب يا عم الشي في الأكلة دي كده ونسيبها تقش مع نفسها نبص على السريد قبل ما أغطيها تفاصيلها دي مرحلة أنا خلصت منها جمال الخضار مع جمال لون اللح ولون المرأ لطيف جداً مع التوابل الصفية الحلوة حاجة تفتح النفس هنغطيها بس ونسيبها تعيش مع نفسها الأهم في الموضوع ده العيش هاتيها شيف مغازي يعني أنا نقعد لسه نغبز عيش نقعد بخش المطبخ خلصان وهو صايم بص معنا دوري سند ليك في حاجة هتريحك بالكسة دي ودي بترجع للخبرة التهوية اللي بندبها لحضراتكم على طبق من دهب عندك العيش السوري اللي هو خبز الشراج بيسموه في الأردن وفي فلسطين ده موجود عندنا هنا بكسرة اخوانا السوريين بيستخدموه في السندويتشات الشاورمة أو السندويتشات الطعمية بتجيبي العيش ده يا ست الكل وتشيل أطرافه الطرف ده كده اللي هي العجينة اللي أنا مش عايزها اللي أنا ممكن أحطها مع اللحمة لها كده عاملة زي عجين تحت سناني وأخد الرأة اللي هي بالشكل ده كده وأخد الخبز دي أحطها في صنية واحدة واحدة مع بعض كده علشان التفاصيل دي مطلوبة صنية زي دي كده اللهم صلى على النبي وهدخلها الفرن الفرن عندك تكون درجة حرارته متوسطة وأحمس اللقمة دي ده السريد بتاع اللحم من المطبخ الإمارات هتطلع معي بالشكل ده كده التفاصيل اه أنا جاي من بدري ومحمر العيش بالتفاصيله ده كده باللون ده سامع السود ده كده السود ده حلوة اه ده السود اللي أنا عايزه دي التفاصيل الغير دلوقت كده الأكل خلصتها هنغرفها ازاي وتفاصيلها ازاي دي مهمة جدا لازم نتابعها مع بعض موسيقى ايه الحلوة دي ايه الحلوة دي اشوف آه حبهان الدرسين اللومي اللون الحلو السود اللمون مش مرغوب هنا تلاكلها دي بالذات خلي بالك التفاصيل اللي أنا بقولها دي مع المغازي اللوم اللي هو ده ما تستخدميش اللمون السود بتاع الكبسة في أكلة السريد الإماراتي لان لها شكل ولها رونكها ولها شخصيتها فلازم تظهر بكل تفاصيلها الخضار لازم يستوى والخضار بتحضي فيه لللحم بعد اللحم ما ياخد تقريبا ثلاث تربع سوى يسيبه على النار تعيش مع نفسها كده هنزل بمعلقة الكوركم الصغيرة دي كده تفاصيل بتاعة السريد الإماراتي من المطبخ الإماراتي اللي بنوجله تحية كبيرة من مسبيرو القناة الأولى اه 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 بديل الكوركم أنا حطيته ممكن تستخدمي زعفران إخوانا في الأمارات بيستخدموا الزعفران الغالي والغالي للغالي هلو اه اه ممكن تستخدمي بودرة الزعفران هنا دي بديلة له مين يا أستاذي للمراحل الأخيرة للإنجاز بتاعنا للإنتاج بتاعنا المهدس في مصنعه له إنتاج والطالب في فصله له إنتاج والشي في المغازي في مطبخه له إنتاج فهنا دلوقات أول حاجة هعملها نبص على اللحمة مع بعض ونقفل الشربة بتاعتنا عشان عندنا لقيمات من المطبخ الإماراتي صلي على الحبيب قلبك يتيب ورينا جمال اللحمة ولون اللحمة وشكل اللحمة والتوابل الحلوة اللي معلية من شخصية اللحمة ايه الضاني بيتكلم مصري هنا ايه الحلوة دي يا شي ايه الحلوة دي عجب ناوي الشكل على فكرة الشكل يفتح النفس دي دلوقات مش تاخد ديعة وعلى فكرة الأكلة دي بتتصبب في السيرفيز قبل الأزان مباشرة خلي بالك عاملة زي الفتاك كده لما تحط اللحم وتحط المرأ على العيش كلنا نتجمع على الطابلية نبدأ نحط لايه كل حاجة تعالوا مع بعض بقى نشوف اللقائمات بتاعتنا عشان نعزلنا نحمرها ولكن للأمانة هنعايز أغرف السيريد يعني هنعتبر المغرب خلاص هيئزن ونغرفه عشان نشوف تفاصيله وده مطلوب مننا ايه شفتوا العجينة عاملت معايا ازاي اللي كنت بعجينها قبل الفاصل ايه بصوله عليها كده ايه اللهم صلى على النبي ده الخبز بتاع السيريد الاماراتي متحمس بالشكل ده كده وقلنا تفاصيله اتعملت ازاي جبنا العيش السوري اللي هو خبز الشراك المسميات بتاعته اهو سمعين الصوت ده كده؟ الصوت ده لازم الصوت ده لازم اهو وبعد كده يا عم الشيف عملنا ايه؟ اهو هناخد دول شوية كده دول نقطحهم معانا مين يا سيزاري حابا؟ تعالوا نغرف السيريدة بقى الحلوة دي كده اللهم صلى على النبي دي عايزة والمغرب بيأزن تسمعي الصوت ارمشة الخبز الكميل ده كده؟ مع اللحم الجميل الابيض الحلو مع الجذر مع الكوسة مع البطاطس مع عشق التوابل والبهرات اللهم صلى على النبي نغرفها كده بسرعة هنغرف عليهم يا غالي ماية دي تقوس الأكلة نازم بالشكل ده كده اه اللهم صلى على النبي الله سامع الصوت ده كده اه المرج بقى ينزل على الخبز ده يخليه طري ولطيف وحالو ايه نعم الحمد لله اه ايه الحلوة دي ايه الحلوة دي السريد من المطبخ الاماراتي بخف الدم مصرية والإخوة في الامارات يسامحوني لو أنا مؤثر في حاجة أنا بكتهد لأن احنا بنحبكم ولازم نشارك حضراتكم في عمل الفطار فبنعمل الأكلات اللي المطبخ مشهور بيها زي انتوا كده ما بتحب الملوخية بتاعتنا بالأرانب وتحبوا تفاصيلنا وتحبونا فاحنا كمان بنحبوكم ايه ننزل بالشربة ايه الجمال والحلوة دي اللهم صلى على النبي ايه الشربة تنزل كده ايه 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 والمغرب يعزن بألفة هنا وشربة طبعا